هل قد البداء لموسمه بكثير من العملاء فرضا على حدوثه ؟ كي بلية ليه هوا مزدود لأجل الأشغال والأشغال اخدت وقت كثير كثير من أربع سنوات انه WenكيPنش بالبد والمطلق أنه نديروا بيزاف ديل الحويجاسك فكيبقى الفني في مدينة فاس أو التقاف في مدينة تفاس مقتصر على واحد البلايس اللي لقنا فيها البنية التحتية ما كان لقوش فيها الجمهور أو لقنا الجمهور والقرب ما كان لقوش في البنية التحتية هذه المشكلة اللي كان عانيه منه في مدينة تفاس ديال انغلاق ديال فضاء المركب التقافي الحرية حدث لي ما يمكن نسكتوها ليه وكانت سننا ومشحال هادي وهو اللي ليه الفضاء لأننا بدينا من 2012 و2011 هنا قدرنا أول لقاءات أول مسرحيات أول عورود وكان ليل فضل قبل من المراكز الأخرى وفاش تنبغيو تن تدربوا في فضاءات أخرى كنشوفوا في فاس ما كنلقاش فين تدرب ما كنش فضاءات بغض النظر على وجود دور الشاباب مثلا أنا يساكن في تيدي بوجي دول جنال الورد كنلقا غيجو دور الشاباب دونك دور الشاباب بوهدتهم ما كافيين حنا ما كان طالبوش غيب أنه هاد المركب يتفتح ويتصلح ولكن كان طالبو أيضا أنه يكون على الأقل مركب واحد ولو صغير في كل مقاطعة حيث عندنا شاباب ومتعون طاقات ومتعون بزاف ديال اللي يجوني يحتاجون لفورماصي ومتعون لذلك البناية فين يخرجوا ذلك الطاقة ديالهم فاش كدورك ها ها ما كنت لقى شي عاج حنا ستنزفناه في الطاقة ديالنه وولننا كنتدربوا وولننا كنتدربوا في أي بلاسة ممكن نجمعنا وهذا هو الخطأ وميمكننا نزيدوا القدام إلا بقا عدت شبحة لكات من بعد ما كانت هادي واحد المشتل واحد واحد الفضاء للإبداع للخلق للإبتكار للترويج لمنتوج الفني من دين تفاس اليوم للأسف كنت شوفوا أنه هنتم تشوفوا الوضعية البناية مهترئة الشقوق يعني السباغة ديال عدد من الواجهات ولكن ما كانش ما كانش هناك إصلاح ما كانش هناك واحد الجدولة زمانية اللي ممكن يعرفوها الجمعيات الفنية التقافية والشبابية من داخل المدين تفاس من أجل الشروع في التحضير لعدد من الأنشيطة وأن يسترجع هذا الفضاء واهجه وألقاه وحركيته وديناميكيته للأسف أنا بالنسبة لهذه مسألة غير مفهومة طالبنا وطالبنا وطالبنا في عددين من المحطات سواء من داخل جمعيات المجتوى المدني أو من داخل المجلس بضرورة تبني سياسة تقافية دامجة عادلة مراعية الفوارق اللي كان من داخل المدين تفاس لحياة لمن تنادي يعني المحصلة اليوم هو أنه مجلس جماعة فاس بعيد جداً على المجل الفني بعيد جداً على المجل التقافي لا يتربى على الأولويات دياله وأنا هنا من هذا المنطلق نقول أن مدينة فاس لا يمكن أن تقوم وأن تنهض إلا بصناعة فنية بصناعة تقافية نائبة العمداء المكلفة بالمجل التقافي حتى هي في خرجات صحفية أكدت أنه لا علم لها بل هذه العملية دي الإصلاح للأسف اليوم أضع أنا كعضم داخل جماعة فاس عدد كبير ديال نقطة الاستفهام على نوعية السياسة اللي كيتبناها مجلس جماعة فاس ميرتبطة بالمجال التقافي نوعية إيراد تورغ بطوف النهوض بهذا المجال من خلال إقرار ومن خلال إحداد ديال البنيات التقافية وبطبع الحال أضع نقطة استفهام ونوقات كثيرة ديال التعجوب على هذا الفضاء اللي ما عرفناش الفلوس ديال الصفقات في نمشات شنو اللي كان خصو يدار شنو اللي ما الدارش وشنو اللي هو اليوم واقف من أجل استكمال ديال الإصلاح ديال هاد المرفق شكرا 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 شكرا